هذا عبد ناجي التبون اليوم زار قالوا أنه زار طالب إبراهيمي في بيته وأنه التقاه وأنه تحدث معاه عن صحته وأنه أيضا تحدث معاه عن وضع البلاد وقالوا أيضا أنه التقى مولد حمروش لمعارش طالب إبراهيمي كان وزير خارجية إلى غاية 5 أكتوبر 1988 تقريبا أو 10 أكتوبر 1988 ومنذ ذلك التاريخ ابتعد عن المناصب الرسمية ومولد حمروش كان رئيس وزراء وكان وقع الشوط الأول من انقلاب أنا دائما نسمي أن الانقلاب 98 كان له شوطان شوط أول هو الانقلاب على حكومة مولد حمروش في 3-4 جوان يونيو 1991 وشوط ثاني وهو الأبشع هو الانقلاب على الشادري بن جديد وعلى الدستور وعلى الانتخابات التشريعية يومها بحجة طبعا الحجة الموجودة هي أن الشعب لم يعرف أن يختار إذن التقى مولد حمروش أيضا التقى مولد حمروش في مقر المرادية اللي رهي تمتلئ بالحنوشة قصر المرادية الآن مليء بالحنوشة مليء بالعسكر مليء بالكولونيليات والجنرالات بشكل غير مسبوق في الوقت اللي الشعب يريد تمديل الدولة ويطالب مدنية الدولة ويطالب بجمهورية ماشي كازيرنا رد المرادية ردها كازيرنا أبشع من أيام بن صالح والقيد صالح إذن التقى أيضا مولد حمروش وقال أنه أتناقش معه حول القضايا فيه مقولة مش عارف إلى أي حد هذا الكلام صحيح لكن فيه كلام أن مولد حمروش قال له أنه هذه يعني أنك تدير تعد دستور وأنك تدير مجموعة تقنية هنا وهذا ما عنداش معنى وأنه في الحقيقة إذا كنت بالفعل تريد التغيير والاستماع للشعب الجزائري فعليك أن تستمع للشعارات الشعب وشعارات الشعب واضحة الحقيقة أن مولد حمروش وطالب الإبراهيمي لحد الآن وابن بيتور على سبيل الذكر فقط يقفون مواقف ممتازة مواقف كان ينتظر منهم الشعب وبالفعل يقومون بها نتمنى أن يستمروا على هذا الثبات وعلى هذه المواقف وقد قالوا يعني مولد حمروش قال في نذكر في 5 أكتوبر لما رحوا يشوفوا بعض الناس ويطالبوا منه أن يترشح إلى آخره قال كلام قوي قبل ذلك قال كلام قوي يأتي أحيانا أن يخطئ فننتقده وعندما يحسن نقول له أحسنت هذا هو الموقف الدائم مع الناس مع الرجال مع البشر لكن من حيث المبدأ صراحة مواقف مولد حمروش وابن بيتور وطالب إبراهيمي مواقف معقولة جدا ومهم أن يثبتوا عليها لأن ثباتهم عليها هو تثبيت أيضا لأنصارهم أو على الأقل الذين يرون فيهم مواقف جيدا نتمنى هذا الثبات وإذا كان تبون بالفعل يريد أن يستمع فإن مثلا طالب إبراهيمي وقع ثلاث مبادرات آخرها المبادرة اللي عرفت بمبادرة العشرين أو تسعة عشر واللي كانت تقريبا فيها خارطة طريق إلى حد كبير يعني إذا كان ذكرتي جيدا وكنت ناقشتها في وقتها أعتقد أنها كانت في سبتمبر إذن إذا كان تبون يريد بالفعل حل لو يتجه إلى حل فإن هذه اللقاءات قد تبدو لن تذهب بعيدا يعني هو ربما يدير بها شوية هكذا شكلا أنه يهدى أنه هؤلاء الناس فيه كثير من الجزائريين يحترمونهم ويحترمون أراءهم فهو يريد أنه كانه يكسب شوية وقت لكن في الحقيقة حينما ننظر لتشكيلة الحكومة وحينما نعرف حتى كيف وصل تبون من قبل وحينما يستمر التضييق والاعتقالات وتعنيف هذه المرة كما شفنا يوم الجمعة في خلفة بخالفة الجمعة مش هذي اللي قبلها واللي قبلها قصمطينة البلطاجية في قصمطينة في عنابة في البرج في عدة أماكن حينما يبقى الأحرار في الاعتقال أخيرت لكم هذه الستة تعتلمسان لكن لا تنسوا إخواننا الآخرين كريم طابو حي الله كريم طابو وإخوانه وفوظي البومالة ومصطفى قيرة ومن بخة ومجموعة كبيرة من الأحرار اللي مازالوا موجودين في الاعتقال بل أقول رهائن عند العصابة حينما رأى كل هذا حينما رأى علي بالحاج ما زال يمنع بقرار اللي كانت تخذ السعيد بودفليقة ويحيى يومها والهامل يعني اللي رأى مقاع في الحبس هما اللي منعوا علي بالحاج من الصلاة وما زال المنع لماذا؟ ماذا نستنتج؟ أن العصابة نفس العصابة أن العصابة هي نفسها وإن تغيرت الأشكال والوجوه معنا سلوكهم تصرفاتهم لا تتغير إذن وحينما يستمر تستمر قنوات الخداع قنوات المكر دعنا نتحدث لكم على ليبيا اليوم واش قالوا يعني واحد الكذب واحد الكذب ليس له حدود لأنكم شفتوها الآن في الإعلان على هذا اللايل حينما تستمر هذه القنوات قناة العار وقناة الشرور وقناة البلاد وقناة كل هذه القنوات الكذب ومش فقط نتعى الكذب والتزوير والتزييف والخداع وإنكار الحرك تماما وكأنه لا يوجد لو كان هذا الحرك في كوكب آخر لشهدته هذه القنوات قنوات الأصحاب الشكار قنوات اللصص تسمعهم أخبار مرات يحكولك على الأرجنتين يحكولك على الفيتنام يحكولك على جنوب إفريقيا جزائر أمامهم مئات الألاف العاصمة كل جمعة عشرات الألاف كل ثلاثاء في العاصمة وين يتواجدوا أكثرهم وطبعا إذا عدنا كل مدن الجزائر ملايين جميعا لكنهم لا يرونهم حينما ترى كل هذا فتعرف أنه في الحقيقة ليس هناك شيء تغير بل بالعكس أن تبون ما هو إلا صنيعة الجنرالات وقلت لكم راهي المرادية امتلأت بهم قصر الرئاسة امتلأ بهم أكثر من أي وقت مضى أنها دولة حنوشة أنها دولة عسكر وأنه هو واجهة حتى لو كان يكون عنده حسن نية مطلقة في النهاية هم اللي قروا ما يمر ولا يمر هذا الشعب لوش خرج شعب خرج في 22 وكتوبر في 22 فبراير لكي يبني الدولة المدنية دولة العدل والحق والقانون دولة وين العسكر هم في الثكنات وفي الحدود للدفاع عن البلاد وليس في مقر الحكم وليس في مقر الحكومة ولا في مقر رئاسة ولا في الوزرات ولا في الولايات ولا في الدواعر هذا حكم سفيه هذه ولاية السفهاء هذه وصاية على الشعب الجزائري هذا استعمار ثاني كما قالوا حتى كبيرهم المقبور قيد صالح هذا استعمار ثاني هذا احتلال لا لا يمكن ان تستخدموا الجيش والشرطة والدرك لاحتلال البلاد ولقهر الشعب بالعصاء وبالشرطة وبالدرك وبالمخابرات وبالقضاء وحتى بالآئمة احيانا للا يستحون بعض الآئمة لا يستحون يجعلون رزقهم انهم يكذبون ويضافة الى القنوات والجرائد والكذب كل هذا هذا يجب ان ينتهي الشعب اخرج من اجل ان ينتهي هذا الحكم وهذه الوصايا وصاية العسكر